أكثر من عشرين منتوجاً زراعياً نجح العراق بالوصول بها إلى الاكتفاء الذاتي على رأسها محصولاً الحنطة والشعير وفرة المنتوج في السوق المحلية دفعت وزارة الزراعة إلى تصدير آلاف الأطنان منها مؤخراً إلى المملكة العربية السعودية عبر منفذ عرعر استفشرنا خيراً عندما فتح حقيقة المنفذ الحدودي ما بين السعودية والعراق اللي هو منفذ عرعر حدودي وبالتالي شجع شركات القطاع الخاص على عملية التصدير الفائض من الطماطئ صدرنا بحدود أربعة آلاف طن من الطماطئ صدرنا أيضاً قلت له ما سلفت أربعة آلاف طن وكذلك الخيار وكذلك البازنجان أيضاً بكميات حدود سبعمائة وسبعمائة وخمسين طن الفلاحون العراقيون طالبوا دول الخليج والدول العربية باستيراد منتجاتهم الزراعية دعماً للعراق في العودة إلى محيطه العربي من بوابة الاقتصاد إضافة للسياسة مملكة العربية السعودية بدأت تستغطب منتوجنا وتستورده حتى تنشط الزراعة وإنتاجيتنا أحنا ما نريد منتج جينا من بره أحنا عدنا اكتفاء ذاتي نريد نصدر مو يجينا وينزل سعر الفلاح الفلاح لأن مظلوم طالب من دول الخليج والدول المجاورة الأخرى أن تستورد منتوجنا حتى الفلاح يكون يسد نفسه أصحاب محل البقالة الذين التقيناهم أكدوا أن المنتوج المحلي أقل ثمناً وأعلى جودة من المستورد من تركيا وإيران كما يقولون المحاصيل الزراعية مثل ما يشوفون أسعارها كلش مناسبة مع العلم جودتها كلش عالية يعني مرقوبة يعني هستشايف المنتجات العراقية يعني كمثال المخضر الفواكه حتى طعامها يختلف عن المستورد يرى مراقبون أن استثمار الحكومة في قطاع الزراعة يخلق فرص عمل لتشغيل الشباب الذي يعاني نسبة بطالة تجاوزت الخمسة وعشرين بالمئة رغم الأزمة الاقتصادية والظروف الصعبة التي يمر بها العراق إلا أنه نجح بتحقيق وفرة بالمنتوج المحلي لبعض المحاصيل الزراعية لا بل تم تصدير جزء منه إلى الخارج ما يؤشر إلى تعافي هذا القطاع الذي طالما اعتمدت عليه بلاد الرافدين سامر الكوبيسي العربية بغداد